بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في درس الإسناد العالي والنازل وكنا قد تحدثنا عن أقسام العلو وقلنا يقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف والقسم الثاني القرب من إمام من آئمة الحديث أما القسم الثالث القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة الآن الحديث عن القسم الرابع وهو العلو بتقدم وفاة الراوي ومثاله ما قاله النووي ما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم السبب في ذلك تقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف فهذا هو القسم الرابع العلو بتقدم وفاة الراوي وإن كان عدد الرواه متساوي القسم الخامس العلو بتقدم السماع أي بتقدم السماع من الشيخ فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده مثال عليه أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ ستين سنة مثلا والآخر منذ أربعين سنة وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى من الثاني ويتأكد أهمية هذا العلو في حق من اختلط شيخه أو خرف هذه هي أقسام العلو الخمسة وأقسام النزول أيضا هي خمسة وتعرف من ضدها فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول السؤال الآن هل العلو أفضل أو النزول والجواب عليه في نقطتين الأولى العلو أفضل من النزول على الصحيح وهذا هو قول الجمهور السبب في ذلك لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث والنزول مرغوب عنه قال ابن المديني أن نزول شؤم وهذا إذا تساوى الإسنادان في القوة في حالات معينة يكون النزول أفضل مثل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة كأن يكون رجاله أوثق من رجال الإسناد الآخر أو أحفظ أو أفقه المصنفات في العالي والنازل لا يوجد مصنفات خاصة بالأسانيد العالي والنازلة لكن هناك تصانيف أطلق عليها العلماء اسم الثلاثيات ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص وهذا إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي من تلك الثلاثيات ثلاثيات البخاري لبن حجر وثلاثيات أحمد بن حنبل للسفارين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر